موسيقى بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أقامت مؤسسة الأولمبياد السوري الخاص بالتعاون مع وزارة التربية سباق الماراثون الثاني اليوم بصادف يوم العالمي للمعاق العالمي فحبنا نعمل ولو نشاط بسيط نفرح فيها الولاد فكان الاسباق كتير بسيط وكان سريع يعني قراراتنا سريعة في عنا بطولات كتير قادمة إن شاء الله بتكون أحسان بتنظيمها وبترتيبة وبتحضيرها أكتر هي متنفس حقيقي لولدنا متنفس لإله اللي يعبر عن حاله يمكن إمكانياته ما يقدر يعبر عنه بشغلات كتيرة تانية بس على إله اللي رب الرياضة بتمنى تكون دائما فعالة وحتى الاتحاد الرياضي يتبنى أولادنا ويساعدنا أكتر لحتى نحن نتطور ونقدم لأولادنا كل الشي اللي هنم محتاجينه من تدريبات من توفير نظام معين لإستقبال أولادنا ياريت بعيون فرحة وقلوب مليئة بالحماس انطلق المشاركون في العاشرة صباحا من أمام أكاديمية التكنولوجيا للعلوم والنقل البحري ليصلوا أمام مجلس المحافظة حيث صافرة النهاية شاركنا مبارح دعونا واليوم يجينا وشاركنا بالماراتون كان حلو كتير كتير مبسطنا فعالية حلوة كتير بتنشيط بتوعي أنه نحن عنا أطفال حلوين كتير ولازم الكل يعرف مين هن أطفالنا أنه ما ننع إعاقة بالعكس عضو مثل أي فرد بالمجتمع شغلة كتير حلوة شغلة كتير حضارية نحن كتير مبسطنا أنه أولادنا شاركوا هن كانوا كتير متحمسين لهالنشاط لأنه بيحسسوا أنهن موجودين عندهم همة عندهم قوة عندهم شيء أنه لازم يعملوا يثبتوا وجودهم بالمجتمع عندنا فرد من الأفراد فعال طبعا بس يعرفوا كيف يوصفوا هالقوة اللي عندهم وهالإبداع اللي عندهم أمال بفعاليات أكبر وأكثر للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة علها تدخل الفرحة والسعادة إلى قلوبهم شكرا شكرا شكرا